شكري يؤكد أن قضية سد النهضة تمثل أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري تونس تقدم مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة واستئناف المفاوضات على عراق يؤكد استمرار التعاون المشترك مع مصر في العديد من المجالات الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرينتش موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم أجرى وزير الخارجية سامح شكري مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير لجلسة مجلس الأمن المقارر عقدها غدا الخميس حول قضية سد النهضة وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن شكري التقى المندبين الدائمين لكل من روسيا والصين وأمريكا وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة وكذلك مجموعة ترويكا لاتحاد الأفريقي المكونة من الكنغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال واستعرض شكري خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة حيث أبرزا خيرات مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التواصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاثة مشددا على متمثله قضية السد من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري كما أكد شكري خلال المقابلات على ضرورة الضلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في هذا الصدد ومساندة جهود حالة المفاوضات المتعثرة والدفع من أجل التواصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا يحقق مصالح الدول الثلاثة قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن تونس قدمت إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية قولها أن مشروع القرار يطلب من كل من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته في غدون ستة أشهر ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهربائية وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أدرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب كما يدعو مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر ويطالب في الوقت نفسه إثيوبيا بالامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة أعرب مصدر مسؤول بالأمنة العامة لجامعة الدول العربية عن الانزعاج لما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة إلى مجلس الأمن بتاريخ الخامس من يوليو الجاري والتي ترفض فيها تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة بزعم أن ذلك قد يقود العلاقات بين الجامعة والاتحاد الأفريقية وأكد المصدر أن رسالة إثيوبيا تضمنت مغلطات عديدة مشددا على أن الجامعة تحتفظ بأطر وإليات مختلفة ومتعددة للتشور والعمل المشترك مع الاتحاد الأفريقية وتحرس على تنصيق المواقف معه حيال العديد من القضايا في البرازيل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 62 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن أكثر من 1700 حالة وفاة وبذلك يرتفع إجمالية الإصابات في البلاد إلى قرابة 19 مليون حالة بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 526 ألف حالة ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تويتر إنستجرام ويوتيوب إلى اللقاء موسيقى